تذكروا عرفنا speed time profiling قولنا speed time profiling هي planning لسpeed against time حتى نعمل optimization لشيء معين نحن راح نركز على الزمن على المنميزيشن للزمن إذن عندي هلا هون speed time profile for and automated وهاي راح نسميها APM APM هم مركبات بتتحرك بخط أفقي بتحمل ناس من مكان لمكان أحد الأمسى عليهم بتكون automated ما فيش فيها سائق أو قائد ما فيش فيها سائق ما فيش فيها سائق بكون عندي كأنه مركبة بتحمل ناس وبتتحرك من مكان إلى مكان تاني بشكل أفقي فعندي هون راح يكون فيه speed time profile وراح أفطرت هون إنه عندي ما فيش restriction على على the rated speed فعندي هون ممكن أعمل triangular profile يعني speed time profile راح يكون triangular بس لإني بنقل ناس إيش لازم يكون finite فراح نحط J max يساوي 1 meter per second cube و A max نساوي 1 meter per second square V راح تكون V max راح تعتمد على distance اللي بنقاطها حوالي 600 متر أو بالضبط 60 متر 600 متر من الأمثلة عليها هاي بتكون أحيانا في مطار ما بين terminal و terminal في مطار مثلا مثلا هذا ممكن يكون في ايربورت وهذا مثلا terminal وهذا هون terminal مثلا south terminal north terminal أو شيء اه اوكي بيطلعوا الناس بدهم ينتقلوا من terminal ل terminal في المطار بحطوا أمتعتهم وأجهزته هذا بيسكر الباب بيمشي ال people mover من هون لهون انا هون مفترض انه راح تلاقوا بعدين راح تكتشفوا انه السرعة هاي عادي حوالي 6 و 8 كيلومتر بالساعة ف that's too high وهو فعليا راح يكون في ريستركشن على top speed بس احنا راح نحلو في البداية هذا المثال كأنه فش ريستركشن عندي على top speed هاي المسافة اللي بدأطاها V احنا بننطلعها المثال اللي راح نستعمله هون هو or geometric هو اسمه يعني تجاوز اه يعني انا عارف انه هو مش هو يعني مش يعني انا قصدي انه مش هاي استعملت انا كلمة triangular يعني loosely راح نيجا هلا نتطلع اذا هون قلنا في الشلمت no restriction no restriction on top ما في عنا restriction on top speed بدنا نقطع فخليها نرسم الان كيرهاد راح نستعمل الان geographical geometrical هلا هاي طبعا not to scale ما راح ادرر ارسمها to scale وإلا انه في تفاصيل ما راح ادرر اترجيكم ياه هلا عندي هادي راح تكون هون الزمن تراسل تاااا تاااا تااااا بحنا ااخد مثلا خلينا اقول هادي هون 1.. 3.. 5.. 6.. 7.. 8.. 10.. 11.. 11.. 11.. 12.. 14.. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 20. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تساعة رح اخذ مثلا هادي هيك هذا راح اخذ من هادي بدأ من هون فهذا راح اخذ من الوقاعم zero وهلا راح اخط هون مركز راح اجيب هاي هيك راح انزل منها مركز هيك هيا راح سميها T1 هيا T2 T3 T4 T5 T6 أوكي؟ عندي هذا هو الخط مستقيم فمعادلته T هذي بارابولة معادلتها T2 هذي بارابولة بس معادلتها minus T2 minus T2 هذي معادلته minus T أو minus C في T يعني minus T في T بس شكلها العام وهذه راح تكون عندي T3 أوكي؟ فالآن أنا لو بدي حتى نربط هذا بالدرايفز لو أنا الآن بدي أبرمج الدرايف اللي بدي يحرك هذا وهذا ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون وممكن يكون ممكن يكون أي واحد متنين بس شو بربطنا هذا كله بالدرايفز بربطنا إنه هذا الكيرف هو فحتى نذكر حالنا عشان نذكر وين إحنا وليش نعمل كل هذا الشغل هذا هون فعليا راح يكون هذا الكيرف هو V أوكي؟ إن هذا الكيرف هو اللي راح يدخل على السيستم راح يكون V اللي إحنا بدنا إياه راح نعمل وحكونا هلا عندي هون مثلا هادا كل الـ فريقونسي درايف مع سكور الكيج اندكشن موتور وسكور الكيج اندكشن موتور الشغل تبعا ورح يعمل درايفين لل الويلز من هون وعندي هون السنسر شافت انكودر مثلا وشافت انكودر برجع هيك هذا الكيرف وين بروح ها هذا الـ ماشي واضح حتى نفهم ليش احنا بنعمل هيك هم بنعمل هيك هذا عندي هذا الكيرف اللي انا حابب انه السيستم يمشي عليه هل شرط انه القطار في النهاية يمشي عليه هدا بعد عشراتي بالكنترول سيستم اللي هون في الدرايف والكنترولر ها؟ اذا انا صممت الدرايف والكنترولر بشكل صحيح راح يمشي هذا السيستم هذا القطار او الموفر او وراح يكون فرق بين و صغير جدا هل السيستم دانمكس مهمة هون؟ طبعا سيستم دانمكس مهمة هون عندي هون ماس وعمالي بسارع الماس والمحرك نفسه الو transfer function وكل الأشياء هاي بس هاي الصورة الكلية احنا هلا دخلنا وركزنا على كيف نعمل جنريشن هادول باندي في نهاية جنريشن هادول كون اعملهم جنريشن بدخل الارقام المختلفة اللي موجودة هون اللي هي distance و A و J و منها بعمل لي جنريشن لكل كيرف هذا اللي موجود هون صار عندي هذا الكيرف عملنه جنريشن بدخله كV reference هون او V desire وبعدين ببدأ بشغل السيستم بدي تحرك معي السيستم والمفروض إذا شغلي مصبوط ألاقي انه error هون صغير جدا كان ما بين التنين طيب هلا بدنا بنطلع اول شي هلا راح استعمل ال graphical method فيه طرق تاني ممكن تستعملها ومكن تستعمل طريقة ال integration انا راح استعمل graphical method كأحد المثود نعملها وبدنا نطلع T total T بدها تساوي T1 زائد T2 زائد T3 زائد T4 زائد T5 وزائد T6 وعم نسأل هذا هاي القيمة قديش قيمتها بالحالة هلا حتى نقدر نشكل من هون راح اقسم هدول الاقسام فراح اسمي هدول الاقسام مختلف اعطيهم الوان مختلفة فراح اعتبر ال area هاي راح اسميها B راح اسمي ال area هاي A راح اسمي ال area هاي C قديش المساحة تحت الكيرف هذا لازم تكون قديش ال area تحت هاي الكيرف قديش تحت ايه تحت A و B و C تحته كله 600 طب كيف انا بقول area هو عندي 600 متر مش ال area وحدتها شو هذا الكيرف اللي هون هذا الكيرف هذي الوحدات اللي هون هي وحدة هاد مضروبة في وحدة هاد وايش وحدة هادا ال اكسس وايش وحدة هادا ال اكسس متر فى سكند فى سكند تعطيني متر وحدتها متر صحيح في الحالة هاي ما الها ولاقة بال area اللي احنا محكين فيها قطعة ارض وهذا اوكي طيب از انا هلا بنقدر احنا نيجي نشتغل نقول A و B و C بساووا A زائد B زائد C انا في عندي مجاهيل هون في اول شيء مجهول T1 بعدين T2 بعدين T3 اذا طلعتهم بعدين اطلع لانه انا منفترض طبعا لما بقولي انه A بتساوي هيك معنى هي نفسها كمان دي ماكس الديسلراتيشن نفس ال اكسلراتيشن مش هادا سيمتريك معنى هاي الديسلراتيشن مساوى الى الاكسلراتيشن اللي هون المصارى عندي هلا هون الستمية متر اللي هي الديستنس الكلية بتتساوي A زائد B زائد C مضروبة او تلاتمية متر فوكل بتساوي A زائد B زائد C اوكي ماشي واضح؟ هذا الجوزرر هلا خلينا نرسم الكيرشتات تبعي اتسنتجكر وتبعية الأكسلراتيشن فاذا نزلنا رسمنا الكيرشت تبعي اتسنتجور واح نرسل خط من هون وراح نزل خط من هون وعند النقطة هاي مثلا خلينا نرسم رح نرسم الأكسلراتيشن وعند النقطة هاي رح ارسم الجيرش termin هون حلا اعند الفترة هاي اللي عم بيصير عماله بالفترة هاي. انو عم بطلع حتى يوصل القيمة. هادي هون ايش وحدتها? وهادي هون جي. وعند هلأ السلوب تبع هذا خط مستقيم. اذا السلوب تبعوا ايش بغضا عنو? constant. اذا خلال الفترة هاي رح يضل عندي قيمة constant. هلأ عندي النقطة هاي ايش عماله بيصير بالسلوب خلال الفترة هاي? بدأنا بقيمة معي الى slope positive. مشين? قديش صار قيمة السلوب هون? زيرو. طيب وهون هي زيرو. ايش عم بيصير في السلوب? ايش عم بنزل. هون. بيصيمتري هاي القيمة مساوية له. هاي القيمة. هلأ هون عندي slope ايش? هو مش ماينس واحد. اذا بدنا نكون دقيق هو ماينس جي. وهون بلس جي. اي بلس افوال. سي. سي كون في constant معينة يعني. بس خليها خليها. انت هون تي constant معينة وهو بلس سي ومينس سي. بعدين ضلينا ماشيين لهون وصلنا عند النقطة هاي. اوكي. هذا اي ماكس اللي هو بيساوي ماينس واحد. اوكي. لو اشتقيت الان هاي. شو بتعطيني القيم اللي موجودة هون? راح اجي اطلع على المنطقة هاي. مشتقت هاي خلال الفترة هون ايش? constant. اذا عندي هادي هون واللي هي هاي. جي ماكس. مشتقت الخط المستقيم هذا اللي مستوي. قديش? ما عم بتغير اه. قديش مشتقته? constant. مشتقته zero. لحظ ما اوصل عند النقطة هاي. بعدين عندي هون. المشتقة هاد. negative negative. وهاي مساوية لهاي. بكمل عندي هون. بكمل هون. لحظ ما اوصل. عند النقطة هاي من هون. بعدين عند النقطة هاي. ايش رجع السلوب هون? وهادي جي ماكس. وهاي هون ماينس. جي ماكس. اللي هي بهاي الحالي حطيناها احنا واحد. ماينس واحد. وهاي فلس واحد. ميتر فلس سكند. اوكي. طيب. نتطلع هلا بنا نشوف القيم اللي بتصير عندي هون. بدي نطلع هلا اول شي قيمة تي ون. نتطلع بالفترة هاي. عندي جي قيمته واحد. شو محدته? ميترز بر سكند كيوب. اللي هي نفسها ميترز بر سكند سكوير بر؟ بر سكند. شو يعني ميترز بر سكند سكوير بر سكند؟ يعني كل سكند عم تتغير بمقدار قديش؟ مزبوط؟ لما احنا نقول السرعة ايش يعني؟ يعني عمالها تتغير كل سكند بقدار قديش؟ مزبوط؟ لما بقول اللي هي نز gi maq. ون ميتر بر سكند سكوير. لئون ميتر 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 بر سكند؟ مزبوط؟ شو يعني؟ يعني السرعة ميتر بر سكند سكوير يعني السرعة عمالها تتغير كل سكند إذا ايش نطلع هون. قديش عنده جي ماكس واحد. فعمالها الأكسلوريشن بتغير من صفر أعماله بتغير كل ثانية قديش بدي توصل هون قديش توصل القيمة اللي موجودة هون واحد إذا أنا قديش بدي وقت حتى يطلع على هاي القيمة إذا عم بزيد هو حتى يوصل هاي القيمة كأنه عندي هون اي ماكس بساوي جي او جي ماكس عفوا بساوي اي ماكس على دلتا تي مظبوط صح مظبوط جي مش هو السلوب تابع هاي مش الجيك هو السلوب تابع الاكسلوريشن كير هاي القيمة مقسومة هاي القيمة مش بتساوي هاد السلوب قديش هاد السلوب واحد إذا حتى يوصل واحد Abgott تغيير هون تي وان و זהش نيم i t1 إذان Y symmetry D3 كمان 1 second D4 1 second و D6 one second Okay ماشي اذا هادي طلعت معي one second one second one second كله by symmetry يعني هذا هون 1 one second هون one second one second ذ preciso الحيد بصير 1. إيش المعادلة تبعد A في الفترة هاي؟ لو جينا اتطلعنا هاي المعادلة هوا معادلة خط مستقيم مش هاي؟ A بتساوي J مضروباً من T مضبوط. وهاي بس صحيحة للفترة من T أكبر من أو تساوي 0 هو أقل من 1. 1 مضبوط هاي المعادلة واضحة مضبوط. إذن D of T هيش بتساوي؟ Half JT square مضبوط. وD of T شو بتساوي؟ سيح عندي 1 على 6 T cube مضبوط. JT أكبر من واحد أكبر من 0 وأقل من أو تساوي 1. نعم. JT. مضبوط هيك واضح. وده منتأكد إذا إحنا حسنا حالا اللي خبطناه نشتق هذا لازم يعطيني هاد مش هايك؟ لو اشتقيت 3 نزلت 3 3 على 6 بصير نصف JT square ونزلت التينين على التينين تعطيني J. دكتور الكونستانت داخلها؟ أي كونستانت؟ أنا مأسمين تكاميرا. نعم. نعم. هو الانيش الكوندشن كلهم 0. شيك اعتبرنا الانيش الكوندشن تبع ايه؟ J بقدرش عرفها غير معرفة. بس هذا هو الانيش الكوندشن تبعه 0. وهذا الانيش الكوندشن تبعه 0. فصار عندي هلا هدول معروفين. هلا من هدول ايش بقدر أطلع عندي هاي. J هي واحد فهادي بصير محلها واحد. هاي بحلها واحد وهاي بحلها واحد. إذن A شو بتساوي؟ واحد. V بتساوي نص. وD بتساوي سوص. إذن الاريا هادي ايه؟ هي واحد على ستة من المتر. وهي اللي وصلناها هون قديش؟ 0.5 متر per second. نزبوط واضح لكل ايش مسافة. إذن المسافة، إذن أنا بعد ثانية، راح تكون سرعتي وصلت 0.5 متر per second. والمساحة اللي يكون قطعتها هي 6 متر. وطبعا الـ Acceleration راح يكون عند هاي النقطة واحد متر. هلا راح نستعمل هاي المساحة ونستفيد ننهافل فيما بعض. عشان نقدر نطلع التيز واطلع الفي ماكس اللي موجوده.